السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومحبا بكم في قناتكم وقناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد الفيديو ديال اليوم عبا عن طوطة بمكونات ليهما السهلين طيقة تحدى اللي هي السهلة لكن تحصل على واحد طوطة اللي هي الديدة بواحد القلاسة اللي كيزيد لها البنا يا سلام أنا متقنا إلا جابتوها عدنا الإعجاب ديالكم عد جابوها وتعاودوا تقدوها مع أخها لأنها الديدة وكتستحق أنكم تجابوها إلا عجبكم فيديو ديال اليوم وعجبكم محتوى ديال الفيديو من طبيعة الحال فضلا وليس أمان شتاكوا في القناة فعلوا الجاس دعمونا بلايك باش هكا دائما توصلوا بجديد وصفتي وما تنسوش توصلوا لي هذا الفيديو الأقبع عدد من اللايكات وتشاركوا مع الأصدقاء ديالكم لما نطول عليكم نجوز المكونات وطائقة تحتها بسم الله لبعاكة الله فأول حاجة كنحتاجه إينا نضيفه في حبة وحيدة من البيض تكون من الحجم الكابيو تكون بدعاجة الحياة المطبخ كنزيد عليه قليل من الملح لتعديل الدوك مع صاشي من الفاني وكأس من السكاح وبيبات كنخلط هاد المكونات بالخلط لي هادا واحدين دمجوا لي مع بعضهم ونتأكدوا بلي أن الحبيبات ديال السكاح دابوه واحد النصيحة بالنسبة للناس اللي عندهم السكاح حبيبات الحبات اللي هم أغلط ضاوي أنكم تصفيهم أو تغابلوهم في شي مصفة طقيقة عاد تخدمو به في هذه المرحلة كما لحتوه معايا من بعد ما دابو ليا الحبيبات ديال السكاح واللون ديال البيض كما لحتوه معايا يصبح ليا اللون فاتح كنزيده كأس إلا وبع من الزيت اي مكوين كنضيفه كنعودو نحاكوه مزيان باش هكا كنتحصلو على النتيجة ديال كيك اللي هي مواضية من بعد ما دخلت كأس إلا وبع من الزيت كنزيدو كأس من الحالي نفس الطائقة كنعودو نحاكوه المكونات حتين دمجو لي مع بعضهم وكندوزو النواشيف بالنسبة الكيمياء اللي اخدت لي ديال النواشيف خدت لي كأسين إلا وبع من الدقيق في الأول كنضيفو كأس من الدقيق مع جوج أكياس من خميات الحلويات اللي ضري أننا ندوزوهم في المصفات باش هكا كنتجنبو أدو كل حبيبات لي كيكونوا عندنا في الدقيق نزيد عليهم جوج معلق يكونوا كباعة مين من كاكاو كاكاو غبا شكولات كاكاو غبا حتى هو كذلك ندوزوه في المصفات في هذا المرحلة كناخدو الخلط اليدويك ونحاولو أننا ندخلوه نواشيف الخليط ديالنا كندخلوه بكل حرية ما ركا كنخلطو عادي لأن البيض ما طلعناش الكيك ديالنا كتكون عادية نحاكو مزيان مزيان حتى ندخلوه الكيميا وكنزيدو كأس إلى وابع من الدقيق نخدموه بالخلط اليه دويحتي دخلينا أدو الخاليط وكنتحصلو على الخاليط اللي هو خفيف بالنسبة للخاليط ديال كيكا كيجين خفيف ما كنخليوهش الخاليط ديال كيك تقيب باش هكاك ما كتجيناش الكيكا ناشفه من الداخل عندما كتلاحظو معايا القوام اللي عن تحصلو علي بنسبة الكيميا الناس اللي كيعبوه بالميزان 150 غام من الدقيق من بعد ما دخلت هذا 150 غام من الدقيق كنزيد عليها مع القام الخل وكنحاكم مزيان مزيان هذا النسبة للناس اللي كيسولوه على الخل الخل كيخليلينا الكيكا كتجي خفيفة وكتجي مهوية من الدخل وكتجي ناشيشة عندما كتلاحظو معايا القوام ديال الخاليط اللي خصنان تحصلو علي فهدل أثناء خديت المول ديال كيكا اللي كيتحلم الجواني بدهنتو بقليل من الزبدة واشيتو بالدقيق كنصب فيه الخاليط ديال كيكا وكنستويو ليه الوجه ديال وندخلوه الفعال مباشر كندخلو الفعال كنشعل الفعال خليه مدة 30 دقيقة كيكل الكيك ديالنا طيب وكنشمعوه هاكا من الفوق كنشعلو العافية من الفوق وكيكل الكيك ديالنا اوا كما لاحظو معايا طيب كيشي خفيف وشيش من بعد كنناخدو اينا فاش هنقربو هذا الكيك لانا الوجه ديال كيكا هو اللي عايكل لنا من التحت هاد التحت ديال كيكا هو اللي عايكل يوم الواجه ديالوه باش هكا كتكون طبقالي يامستوياء كنناخدو معلقة من القهوة سايعة دوابان مع معلقة من السكاح وبيبات كنخلطوهم مع بعضياتهم ونسقوه بيه الكيك ديالنا ونخليوه جانبا باش هكا يتسقى وكندوزل تحضير كيكا بالنسبة الكيمة اللي هنحتاج لها اي طعم الحالب مع ثلاثة معلقة كوباعة مملوئين جيدان من كيم باتيسير هنحتاج ثلاثة معلقة يكونوا كوباعة عامة يمزيان من السكاح وبيبات كنزيد عليهم ساشي من الفاني مع علبة من فلو بنكهات الكراميل هدي هي النوعية ديال الفلو اللي استعملت فضل ما حالة كنخلطت المكونات مزيان مزيان حتى نتأكد بلي ان الكيم باتيسير دابت ليه مكتبقاش محجالية في التحت كنحطو الكاصونة ديالنا فوق النار مع تحيك المستمر حتى تعقد ليه الكيمة بالنسبة للبنات المبتدئات ما تغفلوش على الكيمة ديالكم كتبقى وحداها وانتو مكتستمروا فتحاك حتى تعقد ليكم مكتخليوهاش حتى تعقد بزاف بزاف طوي انكم تخليوها شوية كيمية من بعد كنزيد عليها علبة من يغوت بنكهات الكراميل وكنحاكها مزيان حتى نتنسج مليا مع الكيمة كما نحطو معي كنتمنى ان الشرح يكون وضح في هذه المرحلة من بعد مما خلط المكونات مزيان بالخلط اليداوي كنصبها مباشرة وهي سخونة فوق الكيك في هذه المرحلة ضعوا انكم تستعملوا الخفة باش الكيمة ديالكم ما تعقد ليكونش في كاسرونة من بعد كنخليوها حتد فكنستويو الوجه ديالها ونخليوها حتد فندخلوها تلاجة انا خليتها في تلاجة ليلى كاملة والغط ليعاش كننجبدها باش نكملها تزين ديالها ممكن انكم تخليوها مدة تساعتين حتى ثلاثة سويع كتكون الكيمة ديالكم عاقدة انا هنا محتاجيتها شحتى الغط ليخليتها ليلى كاملة فادل اثناء كننخدو الضهار ديال السيكين وكندوزو هكا من الجوانيب باش هكا عا كنت تأكدو بليان الكيكة ديالنا او طوطة ما لاسقاش لنا مع المول كنحيدو الاطار ديالنا ببات الشكل وكنحطوها فوق شيز لافا وبلاستيكا نفاشتها بلاستيكا باش ما يضيع لياش هادا قلاسات اللي عايح بطليها من الجوانيب من بعد خضيت 150 قام من شوكولات ابيض مع جوج علاب من ياقوت من كهات الكراميل اللي خلطوهم كلهم عبعدياتهم كما كتلاحظو معي كنخلطوهم مزيان مزيان داوي انكم تطربوهم بهذا الشكل ومباشرة كد صبوهم فوق الكيك ديالكم انا بالنسبة لي دوبت لبنات في الاول 150 قام من شوكولات ابيض دوبتو عاد زدت عليه هادوك جوج علاب داوي انكم تدوبو شوكولات في الاول عاد كتزيدو عليه جوج علاب من فلو بنكهات الكامل من ياقوت عفوان بنكهات الكامل كنصبوه مباشرة هو باقي سخون فوق الطوطة ديالنا وكنحاولو اننا ننهبطو الكيما من الجوانيب ونزينو هكنا عن ديال السلصة ديالكامل مع السلصة ديالشوكولات زينت بيهم بهذا الشكل كما لحتو معي ممكن انكم تخليوها بحال هاد الشكل بلا ما تزينوها بانا خليتها كالعود ديالشيوه وزينتها من الفوق كنجعوها كبعد طريقة ليه سهلة باش تعطينا الشكل ديال ملفي انتو ما ممكن انكم تخليوها عسان بل الى ما كانش متوفى عندكم هاد السلصة انتو ما طريقة ليه سهلة واضحة ممكن انكم زينوها من الجوانيب ممكن انكم تخليوها هكا لانها كتجيزوينة بزاف بلا ما نشكها لكم عاد جعبوها وعاد تعجبكم انا هنا زينتها بالفيوتين من الجوانيب هو اللي كان متوفى عندي هو باش زينت انتو ما ممكن انكم زينو باللوز ايفيلي ممكن انكم زينو بكوكا وكون كاصي والزين كيبقى على حسب الاختية الاهم كيكون في المادق ديال الكيكا او المادق ديال الاشياء اللي انا كنحضها معاكم ما كيبقاش المشكل في الزينتزين ممكن انا نزينوها ممكن انا نخليوها هكا لانها هي كتحكم علاسها باسها كتجي لديدة والقوام ما نعود لكم شعليها انتو ما كتلاحظوا معي الشكل ديالها من الفوق والجوانيب كتجي كلها تبقى معازلة معا لاختها وكيجي لديدة بشاهدة الضيوف اللي كلوها عندي عجبات فو مزاف كنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وعد جعبوها وعدنا الاعجاب ديالكم هذيك الصلصة من الفوق كتجي لها واحد البنة اللي يزوينا كيما عودكم دائما انني نقطع لكم واحد الجوز باش تشوفوا الشكل دياله وتشوفوا كيف ازجتني انا متيقناه اللي جعبتوها عاتنا الاعجاب ديالكم كيما لاحظوا معي الكيكا كتشهي انتوما كتلاحظوا معي القوام الكيك كيجي خفيف بزاف الكيك اللي قدينا اقتصادي قدينا بضوحدة وبنسبة لكيما كحتية كذلك كتجي نزوينا بزاف بنسبة لبنات المبتدئات واحد النصيحة ما تخليوش الكيما ديالكم حتى تعقل لكم فوق البطا بزاف لانها كتجي عاقدة بزاف طوي انكم تخليوها منين تبدأ كتتعقل لكم كتخليوها تعملينا لكم فوق قاعد ومباشرة كنزولوها من فوق الناء ونصبوها فوق الكيك باش هكا منين كنكونو كننكلو الكيك ديالنا او طوطا كتجينا خفيفة في المدق ديالها ولديدها في نفس الوقت نتمنى ان الفيديو يكون الاعجاب ديالكم ويكون الشرح واضح